أهلا بكم مشاهد الكرام إذن بعد الخسائر لنتي شهدت سعار النفط منذ بداية الأسبوع وذلك مع انحسار المخاطر الجيوسياسية عودت سعار النفط ارتفاع خلال التعاملات اليوم بدعم من توقعات من انخفاض المخزونات الأمريكية من الخام عموما الأنظار بشكل عام تتجه صوب البيانات الرسمية المخزونات المرتقب صدورها اليوم عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية رغم أن توقعات المحلنة تشير إلى الاحتمال زيادته بمقدار مليون ونصف برميل نشاهد على صعيد التعاملات خام برينت ونيمكس مرتفعا بأكثر من واحد في المئة برينت عند مستوى 71 دولار و 97 سنت في تدولات الأسواق الأسيوية ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم كذلك رغم تباين أداء الأسواق الأسيوية وذلك تزامنا مع انطلاق اجتماع البنك المركزي لاتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة وقد أنهى مؤشر نكي الجلسة مرتفعا قرابة واحد في المئة كما صعد مؤشر توبيكس إلى مستوى 2730 نقاط وجاء ذلك بدعم من انخفاض قيمة الين في الآونة الأخيرة نذهب إلى تعاملات الأسواق الأوروبية والتي تراجعت في مستهل التعاملات وذلك قبيل صدور القراءة الأولية للنمو الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام مع استمرار موسم نتائج أعمال الشركات هذا ويترقب المستثمرون اليوم صدور البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو لربع الثالث ومن المتوقع أنه بنسبة 20% على أساس فصلي وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الربع الثاني على صعيد التعاملات انخفض مؤشر يورو ستوكس بأكثر من نصف نقطة مئوية وكذلك فوتسي البريطاني بنحو نصف نقطة مئوية وذلك في ظل أداء سلبي لغالبية القطاعات ختام جولتنا مع سعار الذهب والتي بلغت اليوم أعلى مستوى على الإطلاق في ظل إقبال المستثمرين على المعدين الأصفر كما لا ذن آمن قبيل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية وترقب كذلك المستثمرين لبيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار الفيدرالي الأمريكي المنتظر عموما نعم مشاه الكرام لمعرفة المزيد تنظم إلينا فرح مراد محلية الأولى للأسواق الماليدة كويتي أهلا فرح ما بين انحسار توترات الجيوسياسية وتراجع الطلب الصيني كالمعتاد هناك نية لرفع بالنسبة لسقف الإنتاج بالنسبة لمجموعة أوبك هل تتوقع فعلا أن يكون هناك خفض بالنسبة لشهر ديسمبر في حجود 180 ألف برميل؟ يعني في صراحة هو الوضع الحالي وما يكون في توجه لزيادة الإنتاج هلا نحن طبعا كنا نتوقع هذا الشيء في الشهر الماضي أجلنا لدسمبر لنكون عم نشوف الطلب كيف أظن بيانات الصين المتضاربة أكتر من أنها كتير سلبية مخزونات في العالم نوعا ما كانت عم تتراجع أكتر من التوقعات كمان نوع من الإشارات الإيجابية ولكن كنا عم نشوف لعبين عديدين في أوبك مثلا المملكة العربية السعودية كان بهم ترجع يكون عند حصة أكبر في سوق النفط فإنها تكون عم تزيد إنتاجها حتى لو كانها شيء عم بيأثر على الأسعار ما كانت سيناريو مستبعد فنحتاج أن ننتظر لنرى ولكن كمان أدي في عنا تباين في السوق على القليل اللي عم بيقلنا قد لا نرى مستويات مرتفعة جدا توترات جيو سيسيين مش عم تأثر على الإنتاج ولا على سلاسل التوريد الطلب نحن بحاجة لرؤية سلسلة من يمكن الطلب المرتفع لنقول أوكي في عنا موجة فعلا من ارتفاع للطلب أوبك بلاس بقى حيكون هي اللاعب الرئيسي في حال زيدة الإنتاج طبعا الأسعار ستستمر بالإنخفاض طيب فرح خلينا شوي نذهب للذهب مستويات جديدة مستويات قياسية جديدة بالنسبة للتحركات وصلنا إلى 2000-2008 إلى أين تتحرك الأسعار هل نعنو قريبين جدا من مستويات 3000 حلا إحنا قريبين جدا بس لازم كمان نعرف شي نحن في مستويات قياسية جديدة وكل ما نكون عم نعتبر هاي تريطوري جديد كما تكون كمان توقعات إلى أين ستصل شوي بيصير في عنا علامة استفهام علي بس فيني أعتبر العديد من الأمور عم تدعم الدهب طبعا اقتراب الانتخابات قد تزيد من حدة أنه ما في عنا صورة واضحة شوي الأسواك اللي أسهم على رغم من هالبيانات اللي عم تصدر إيجابية ولكن ما عم نشوف ارتفاعات كبيرة شوي كمان كانت عم تدعم الدهب وخلينا نتذكر هالمستويات عم توصل على رغم كان من ارتداد الدولار لفترة طويلة كمان كان عم نشوف نوعا ما قوة لعوائد السندات والدهب عم يستفيد فنشوف 3000 منه سيناريو مستبعد نصوصي أنه كبار البنوك حول العالم لا يزال ويحتفظوا بالدهب الدهب اليوم صار هو تاني أكبر احتياطي للبنوك يعني تعدى اليورو فأنا نكون عم نشوف طبعا ما راح نكون عم نشوف موجة باع كبيرة فاستمرار على الاليلة هالدعم للدهب وصوله مثلا كدعم كمستويات فنية عنا لـ 2820 من بعد 3000 سيناريو هات ممكن جدا أن نكون عم نشوفها خصوصي في حال استمرت الأوضاع مثل ما عم نشوفها بلوقت الحالة فائدة وبخاوف جيوسيا فرح قد يكون سؤال الأخير ولكن سامحيني في سؤال الأخير بيانات مهمة نترقبها هذا الأسبوع من ضمنها اليوم بالتحديد بيانات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي توقعاتك بالنسبة له هذه المطيات سلسلة طويلة لدينا الأعمال كمان اليوم ADP في الكطاع الخاص الناتج المحلي الإجمالي متوقعينه عند 3% فمهم كثير للمستثمرين والمتداولين يلاحظوا كل هالبيانات اللي حتصدر ممكن عنا بيانات من سوق العمل جيدة والجي دي بي الناتج المحلي قوي كله قد يدعم شوي ارتداد يمكن على الدهب قوة للدولار لأنه عم نتوقع ما رح يتوجه الفيدرالي للتقليص بيش وطيرة مرتفعة بس أظن 25 نقطة أساس خلنا دايما نتذكر تبدو تحصيل حاصل في الاجتماع القادم من الفيدرالي فكلها بيانات الشوي بتعطينا صورة مستقبلية أكتر في حال كلها جاءت عم تأكد وضع جيد لأسوق العمل والناتج المحلي الإجمالي قد نرى دعم إضافي لأدولار نعم صورة واضحة فرح مراد محلي الأولى لدى الأسواق المالية لدى أكوتي شكرا فرح شكرا